أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرجو في جزيرة يوناجوني بمقاطعة أوكيناوا الواقعة جنوب غربي البلاد والقريبة من تايوان في الأثناء كشفت الرئيسة التايوانية ساي إنغون عن تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية في بلادها عقب أكبر عمليات توهل صينية حسب وصفها تعليقا على ذلك حذرت الولايات المتحدة السلطات الصينية من الوقوع فيما سمتها الحسابات الخاطئة تشتد التوترات بين بيكين وطايبي وتعلن اليابان نشرها وحدة دفاع صاروخي أرجو في جزيرة يوناجوني بالقرب من تايوان ضمن خطة إنفاق عسكري هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية أعلنتها توكيو قبل أيام وتشمل تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين مخاوف اليابانيين تتزايد في كل مرة تهدد فيها الصين طايوان آخر تلك التهديدات اختراق 72 طائرة صينية منطقة ما يسمى بتحديد الدفاع الجوي للجزيرة وصفته وزارة الدفاع التايوانية بأنه الأكبر على الإطلاق وتسارع بعدها رئيسة تايوان ساي إنغوين إلى إعلان تغييرات عسكرية وأمنية جديدة في بلادها تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر إلى عام كامل بدءا من شهر يناير من عام 2024 بالإضافة إلى الزيادة في رواتب المجندين وبين تايبي وبكين تحذر واشنطن الصينيين من الوقوع فيما وصفته بالحسابات الخاطئة وشدد بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي على مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن نفسها بما يتوافق مع التزامات الولايات المتحدة الطويلة الأمد ومع سياسة الصين الواحدة يقول البيان نفسه وسط هذه التغييرات تتزايد المخاوف الإقليمية من نذر حرب وشيكة تمهد الاجتياح الصيني لجزيرة تايوان بدعوى أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها من عمان ينضم إلي الأستاذ في العلاقات الدولية وفضل النزاعات الأستاذ حسن الممني أهلا بك سيد الممني هذه التطورات المتسارعة بين الصين وتايوان هل تندرج في إطار استعراض القوة والتهديد ربما أم أنها قد تتحول فعلا إلى نزاع حقيقي على الأرض سأل خير لك والمشاهد الكرام حقيقة هو استمرارية لما يسمى في التصعيد الدبلوماسي وبنفس الوقت التصعيد العسكري بمعنى المناورات العسكرية عرض القوة وكل هذا الجانب منذ أن زيارة بليوسي إلى تايوان ثم بعد ذلك طبيعة التوتر الذي حصل الزيارات التي قام فيها المسؤولين الأمريكان وزير الدفاع المناورات العسكرية بهذا الاتجاه مقابل ذلك هناك أيضا تصعيد دبلوماسي وعسكري روسي بهذا الأمر من منورات عسكرية من محاولة لاختراق المجال مثلا الجوي أو ما يسمى في المنطقة الاقتصادية وغيرها في هذا الجانب في هذا الأمر إلى درجة أنه في المؤتمر الحزب الشيوعي لعقد آخر فترة وبالتالي صار في تعديل تم التطرق إلى مسألة تايوان على اعتبار أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين بهذا الجانب وبالتالي هذا الأمر أنا بالتقدير الخاص جزء من الحال إنعكاس للحالة التنافسية ما بين الصين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية عندما تحذر سيد حسن عندما تحذر واشنطن من تحذر بكين من الحسابات الخاطئة ما الذي تمتلكه فعلا لكي تضغط على الصين أو من أدوات ربما عسكرية وسياسية لثنيها عن التمدد أكثر ضد تايوان يعني العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خاصة في العقدين أو ثلاث عقد أصبحت حالة معقدة مزيج من التعاون مزيج من الاعتمادية ومزيج من التنافس في هذا الأمر ويمكن شفنا هذا الحال التنافسي لكن قبل أسابيع أو شهور حصلت القمة ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني بهذا الأمر وبدأ وكان فيه هناك انفراجة واتفقوا على تشكيل لجان وعليات حمل وأيضا وزير الخارجي الأمريكي قبل كم من يوم كان في حديث مع وزير الخارجي الصيني فلذلك العلاقة علاقة خلينا نسميها رمادية ممزوجة ما بين التنافس وما بين التعاون والولايات المتحدة الأمريكية تصدر مما لا شك فيه يعني هذا خلينا نسميه دائما أنا بسميها إيش بسموها الدبلوماسية مدعومة بالقوة دبلوماسي باكت بايفورس حتى بالتالي تنطي نوع من المصداقية بهذا الجانب وبالتالي تحاول تأثر وتخلق تأثير على الطرف المقابل في هذا الجانب هناك السعي أمريكي حثيث لاحتواء الصين ومن خلال شراكات استراتيجية مع كثير من الدول مش بس مع تايوان حقيقة بهذا الأمر كلنا ورأينا كيف النشاط الدبلوماسي الأمريكي المحموم حقيقة إلى المنطقة بايدن زار المنطقة وزير الدفاع أكثر من مرة جاء إلى المنطقة وزير الخارجية محاولة بناء شراكات استراتيجية وشفنا كيف لكن أيضا الولايات المتحدة سيد حسن ربما تمتلك السلاح الاقتصادي في مواجهة الصين هل تعتقد أنها ستستخدمه سلاح الأسواق تحديدا من أجل تايوان يعني أنا هذا اللي قصدته في الاعتمادية حقيقة بهذا الجانب قطعا تستخدم وشفنا في أمرار سابقة كان في هناك حروب تجارية في فترة ترمب كان في هناك حروب تجارية مع الصين ومسألة الاعتمادية الاقتصادية بالمناسبة بدأت يعني الغرب بدأ تدريجيا منذ كوفيد إلى غاية الآن وبعد أزمة أوكرانيا بدأ يحاول أنه ينفك تدريجيا عن هذه الاعتمادية الصينية بهذا الجانب وكثير مثلا من الأمور بدأت تنتقل إلى دول أخرى إلى فيتنام إلى دول أخرى مثلا اتفاقات اقتصادية مع تايوان مع غيره وشفنا الثلاث اجتماعات اللي عقدت حقيقة القمم اللي عقدت في هذا الجانب فالولايات المتحدة الأمريكية تستطيع استخدام السلاح الاقتصادي مثل ما تستخدمه الآن مثلا مع روسيا رغم أنه لا يوجد اعتمادية متبادلة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لكن ما بين روسيا إلى حد ما أوروبا لكن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هناك حالة اعتمادية بتقدير الخاص منذ كوفيد 19 بدأ هناك تفكير غربي تفكير أمريكي بتدريجيا العمل على انفكاك أو الانفكاك من هذه الاعتمادية التوتر اللي حصل الآن وبتغيير الشخصي هذا كله سواء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو للصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كل الإجراءات التي يتم الآن اتخاذها يضمن استراتيجية تهدف إلى احتواء الصين بهذا الأمر وهذا كان واضح جلي صحيح وهو ما تطلق عليه واشنطن يعني استراتيجية عدم الوضوح الاستراتيجي في الواقع تجاه تايوان شكرا جزيلا لك حسن الممني أستاذ العلاقات الدولية وفضل نزاعات حدثنا من عمان